إجبارية بفرض قرار حكومي نصب كاميرات مراقبة من قبل أصحاب المحالة التجارية في بغداد للحفاظ على الأمن ملايين الدولارات استنزفت موازنات الدولة بداعي نصب منظومات مراقبة بكاميرات حديثة في الشوارع العامة لرصد التحركات المشبوهة ومنع الأعمال الإرهابية في بغداد والمحافظات لكن عمل هذه الكاميرات تلاشى بمرور الزمن ليكون الضحية أصحاب المحالة التجارية بإجبارهم على المراقبة الأمنية وشراء الكاميرات هو فوق ضيم الله هكو باع السوق باع السوق ماكو واحد يتمشي لا زبائل لا أكو شغل لا أكو هاي وفوقها يجبرون أبو المحل يسوي كاميرات أقل كاميرات تنصب خمسمائة دولار ثلاثمائة دولار هو إيجار مدى نطلع نحن نجي ننصب كاميرات بعد النوب يعني فوق الضيم والقهر النوب صرفوا فلوس من جيبنه ويتساءل أصحاب المحال عن المبالغ الطائلة التي هدرها مسؤولون في الدولة لصالح شركاتهم التي عادت اليوم لتجني الأموال من جيوب المواطنين ولا أثر لمنظومات المراقبة الحكومية النصب ينصب الكيان حط لك كاميرات دولار ثلاثة طلعت علي لجنة شافتة وراء اللجنة يأخذون الكاميرات يروح يبعون يعني أفسد من الفساد هذه الصبقة ما أقول لجنة مراقبة لجنة حاسب وراء الواحد يعني فالفساد أكيد يصير عادي هذه مسؤولة الأجهزة الأمنية أن تضع كاميرات مراقبة في المداخل الرئيسية والتقاطعات والشوارع الرئيسية وتكون هذه الكاميرات متطورة وعالية الدقة وتستطيع أن تحدد مجامع الرهابية أين تتحرك وكيف تدخل إلى المحلات أو البيوت ويقول متخصصون في مجال الأمن أن مشروع نصب كاميرات المراقبة في المدن يعد من المشاريع ذات التكلفة غير العالية ولو كانت هناك إرادة حقيقية لأنجز المشروع خلال أسابيع من بغداد أناس يوسف قناة الفلوجة